وليه النادي الاهلي رقم واحد؟ لأن احنا لو استرجعنا بسرعة كده بطولات عشرين واحد وعشرين هنعرف ان النادي الاهلي يحقق ما لا يحققه وغيره لكن بالصدفة كنت بشوف احد الفيديوهات بعيدا عن مين اللي كان بيتكلم كان بيتكلم فكرة ان تحقيق بطولة دوري ابطال افريقيا لو قدر فريق يحققها مع تحقيق سوبر مع انويل عفكاس العالم الاندية ده شيء صعب جدا ولا يتخيله احنا ده بقى عندنا شيء سهل جدا لو استعرضنا بطولات عشرين واحد وعشرين هنلاقي ان احنا حققنا في شهر فبراير برونزية العالم للاندية ثم كان عندنا في شهر مايو السوبر الافريقي على حساب نهضة بركان وكان عندنا في شهر يوليو العاشرة بتوقيت بقى الاهلي ايضا وكان عندنا مسك الختام وهو السوبر الافريقي في ديسمبر لحظات مهمة جدا لحظات جميلة وذكريات جميلة النادي الاهلي علمنا فيها انه يكون الاول وده مرتبط بسؤالنا اللي بنقوله لكم من البداية عشان تبقوا معنا فيه افضل لحظة عاشتها في عشرين واحد وعشرين واعتقد دي اقسامة لحظات بتمثل بطولات ممكن انت برضو يعني نبدأ بالسؤال ايه اللي عاشته في عشرين واحد وعشرين شايفون مكم مؤسس بص انه كنت اتمنى ان نتكلم عن فكرة الاحتفالية بالاهداف لان برضو بس جقلناها كله برستاو انا بالنسبالي كنت اراتي طبعا سؤال الحلقة تساركنا طبعا الهاشتاج الالي خط احمر وذكال عادة ان شاء الله هنعرض تويتات حضراتكم وتعليقات حضراتكم على الفيسبوك ونتمنى يعني تكون كل المشاركات ايجابية وانا بالنسبالي يا فارس عندي لقطات كتيرة في 2021 البطولات كلنا هنقف عندها ونقول دي لحظات حسيمة لكن انا عندي لقطة يعني بالنسبالي او لقطتين بالنسبالي في 2021 اللقطة الاولى متعلقة باحتفال محمد شريف في الهدف التاني في مبارات الاهلي والزمالك الانتات اتنين واحد كان الهدف التاني محل محمد شريف بعد هدف شكبالا بلحظات كان احتفال شكبالا بطريقة ما فمحمد شريف بعدها بدقيقة بنفس الطريقة الاحتفال ببساطة شديدة جدا بيسجل الهدف التاني اللقطة التانية وهي أيضا في مباراة الاهلي والزمالك وأنا على المستوى الشخصي بحب جدا طريقة لعب عمر السلية فكان أسست عمر السلية في الهدف التالت من خماسية الاهلي في شباك الزمالك دول لقطتين اللي معاي دول لقطتين أنا بالنسبة لي البطولة المهضر حقاها لدى عمولة لا لا احنا اتفقنا هنبعد عن البطولات احنا خلاص هنبعد عن البطولات اديني برا البطولات لو هنتكلم عن حاجة لأنها مرتبطة بنفس البطولة كابتن محمود الخطيب والتيشرت اللي كان مكتوب عليه رقم عشرة بيبو لأن أنا بشوف أن كان دايما فريق النادي الاهلي حاسس بتواجد كابتن محمود الخطيب معاهم ودوره لأن فيه فرق ما بين اللي بيدير أو رئيس النادي وفيه فرق ما بين القائد ده إحساس مجموعة تجاه القائد بتاعها اللي كان موجود معاها في كل المراحل الصعبة وشال عن النوم كتير قوي وشال عن الجميع كتير قوي فعايز أقول أن دي كانت من اللقطات المؤسرة بالنسبة تويدي اللقطة التانية بقى اللقطة التانية ما هي برضو في نفس القضايا خلاني نتكلم عن البرون زي لقطة المديليات لأ برضو كم لقطة المديليات طبعا كانت أيضا بتأكس نفس المعنى ولكن كمان هنا كان كابتن وليد سليمان هنا ده حمدي فتحي ولكن كابتن وليد سليمان بيفكر إزاي هو بأشارب مدرسة النادي الأهلي اللي فيها فكرة الشعور بقيمة الكبير والرمز كابتن محمود الخطيب سجد سجد شكر في التسعة أعتقد ربنا استمر بالعطايا للنادي الأهلي في وجوده وكمان اللاعبين حاب يقولوله قدي هم حسين به بالتأكيد يا فارس لقطتين ده مهمين جدا ودي يعني طباع لعبي النادي الأهلي تأدير دايما الواقف في ظهرهم الكابتن محمود الخطيب يعني شاء الحمل كبير جدا على مستوى بطولات القرية تحديدا والبطولة التسعة ومحاولة عودة البطولة مرة أخرى لدلاب النادي الأهلي بعدما أن تمناعت سبع سنوات رجعت مرة أخرى في البطولة التسعة ثم كانت البطولة العشرة ولكن بمعناها بنتكلم عن المداليات أنا برضو حاب أقول لقطة كابتن محمد الشناوي اللي استعرضناها الحلقة السابقة وهو بيدي المدالية دي طبعا صورة بي بوتين لكن كتل قطة الشناوي هو بيدي المدالية لجماهير النادي الأهلي بعد السوبر الأفريقي تأدير أيضا لدور الجماهير في قطر كلها لقطات سعيدة قل لنا أنت بقى إيه اللقطات اللي أنت شايفة عندك في 2021 على هشتاج الأهلي خط أحمر وإن شاء الله هنستعرضها